اليونان القديمة الحضارات الإغريقية المبطرة الحضارة الكاتلادية الحضارة المسنائية سطوط المينويين السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات الحضارات الإغريقية المبطرة برزت في اليونان وحولها ثلاث حضارات رئيسية في العصر البرونزي حوالي سنة 3000 قبل الميلاد كانت هذه الحضارات تتألف من التاتالاديين في الجزل التاتالاديا المنويين في جزيرة تتريب المسنائيين على البر اليوناني نفسه الحضارة التاتالاديا تطورت الحضارة التاتالاديا في العصر البرونزي 3000 إلى 2000 قبل الميلاد مارس الشعب التاتالادي التجارة البحرية مع جيرانهم في آسيا الصغرى وأوروبا وشمال إفريقيا وكريت كانوا يصدرون الأسلحة البرونزية والخزف والحولية الذهبية وكان من أهم ميزات هذه الحضارة هي المنحوتات النافرة والتماثيل المصغرة لآلها أنثى المنطوشة على الرخام العبيض النقي الحضارة المنوية تطورت الحضارة المنوية حوالي سنة 2600 قبل الميلاد وتتسميت بهذا الإسم نسبة إلى مالتي الأسطوري مينوس تمتع المنويين بثقافة وارتصاد مظاهرين ومجتمعات التنظيم ارتحل التجار المنويين بعيدا عبر المتوسط حاملين معهم النبيذ والحبوب والزيت الزيتون وجالبين بالمطابل سلعا مترفة العنبر والعج والمعادن الثامينة وتطور أول أشتاء التتابة في العالم الإغريقي ويدعى التتابة الخطية ألف الحضارة المسنائية سادت الحضارة المسنائية على البر الرئيس اليوناني بين السنوات 1600 إلى غير 1200 قبل الميلاد حيث شكل المسنائيون ممالك صغيرة مستقلة بنيت المدن عادة في أعالي الهضابة مطابل تيلال تبيرة تم بني بعضها أيضا في السهول الساحلية وتانت جميع هذه المدن محاطة بأسوار حجرية ضخمة وتطور المسنائيون تتاباتهم الخاصة بهم وتعرف بالتتابة الخطية بأ عصور الظلام شهدت اليونان فترة من الإنحدار بعد سطوط الحضارة المسنائية وقد استمرت هذه الفترة 300 عام بين السنوات 1100 إلى غير 800 قبل الميلاد حيث انتشر الفتر وتراجعت عداد السكان لم يكن يوجد في هذه الفترة مولوك أوطاد أو جيوش بل عمت حالة من انعدام القانون في البلاد تمام انقطعت جميع الاتصالات والعلاقات التجارية وهجأ الناس مدنهم وطراهم وراحوا يعيشون ضمن قبائل صغيرة تعرف هذه الفترة من التاريخ اليوناني بعصر الظالم سطوط المنويين في سنة 1600 قبل الميلاد هزت جزيرة سانتورين الواقع على مسافة 70 ميلا إلى الشمال عن تريد إحدى أكبر الثورات البورطانية في التاريخ حفز الانفجار موجة صنامي عنيفة دمرت العديد من المدن والبالات الساحلية في تريد وقد حدد ذات بداية النهاء للمنويين وخلال خمسون عاماً كانت الحضار المنوية قد تلاشت وبسط المسنائيون سيطرتهم على الجزيرة حقيقة مهمة صنع المنويون جراراً طويلة من الطين واختزنوا فيها الزيت والشراب والحبوب وكان يطلقون عليها اسم بيثوي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد